لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أوسط بعودة السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق المعار إلى أميان الفرنسي بقى تقلقه مع فريقه ونجحه ونجاحه في تسجيل عشر أهداف موسيماني رفض الفكرة ولجنة التخطيط حابة أنه يرجع مرة أخرى للأهلي خدوا بالكم الأهلي هقول لكم بصراحة شديدة عنده مشكلة في مركز المهاجم الصريح حسام حسن يبدو كده نبيتسو موسيماني مش مقتنع بيه أوش يبدو مش بيشارك خالص حتى لو موجود يعني سيبكم الإصابة لفترة فاتت بعدته تماما بس حتى هو مش مصاب حسن ما كانش في حسابات بيه تو موسيماني أوش بيرس تاو هو الشكل اللي عايزه بيه تو موسيماني في تشكيلة الفريق لما بيلاعب ثلاثة أربعة ثلاثة بيبقى محتاج بيرس تاو عشان بيرس تاو من اللعبين اللي بتاعف تحرك كويس أوش خارج منطقة الجزاء يمين وشمال وتحته بيسقط ويفتح مساحات بيعمل الكلام ده كويس جدا الشريف عنده قدرات مختلفة شوية عن بيرس تاو محتاج مساحاته محتاج سرعة ومحتاج شغل تاني بس ورأيي أنه محمد شريف الآلي ممكن يستغله كجناح بيرس تاو الآلي ممكن يستغله كجناح في اللحظة لو قدر يجيب مهاجم ثالث يضمن بيه لو غاب بيرس تاو والشريف ما كانش موجود أو الشريف مثلا في المباراة ما كانش يقدم مباراة كبيرة فيقدر يستخدم مهاجم آخر فالآلي محتاج مهاجم هل آليو باجي بقى يتناسب مع أفكار وطريقة بيتسو موسيماني؟ لا فنان لا آليو باجي أسلوبه وطريقة لعبه مختلفة على اللي بيعوزه بيتسو موسيماني في الملعب من المهاجمين اللي هو بيستخدمهم في مركز المهاجم الصريح مش شبه أفكار بيتسو موسيماني هل آليو باجي مهاجم مش جايد؟ لا مهاجم جايد بس مش هيبقى شبه أفكار بيتسو موسيماني في الملعب